المتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي يعقد اجتماعه في سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر وهو متكون من الدول وصفراء الدول معترفة بالجمهورية الصحراوية من افريقيا ومن امريكا اللاتينية وبهذا العدد المعتبر في هذا الوقت بالذات باش يضامنوا مع الشعب الصحراوي ويقروا للمشاركة معاه باش يظهر بانه التضامن الدولي وحركة التضامن الدولي لم تتعب ولم تمل وما زالت بقوتها للدفاع عن القضية الصحراوية وخاصة انها قضية قوية بشرعيتها وبعدالتها وبتصميم شعبها وبحلفاها في كل مكان ومن على هذه الارض ارض الجزائر مليون ونصف المليون من الشهداء ان الدورة الخامسة للمنتدى الدبلوماسي لتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقدة اليوم كانت ناجحة جدا وقد تم تأسيس اول اجتماع للمنتدى الدبلوماسي سنة 2020 هنا بالجزائر العاصمة والذي جمع صفارات الدول التي تداعم مسار الامم المتحدة الرامي الى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لقاءات سنوية عبرنا فيها عن تضامننا مع الشعب الصحراوي كما تم وضع هذا المساء اللمسات الاخيرة للتحضير للاجتماعات المقبلة للمنتدى واقترحنا ان تكون الطبع المقبلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف اشتركوا في القناة